وفي ذات الشان قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو خلال الجلسة الحكومية الأسبوعية أن لبنان وسوريا تتحملان مسؤولية أي هجوم على إسرائيل ينفذ من أراضيهما أكد نتنياهو أن بلاده لن تتحمل أي هجوم على قوتها وسيادتها ضف نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع العسكري على الحدود الشمالية تصريحات نتنياهو صبحتها تصريحات مماثلة أدلى بها وزير الدفاع بني جانس قيلة أمس ينضم إلينا من شمالي فلسطين مرسلنا أمير الخطيب وأيضا تنضم إلينا من جنوبي لبنان مرسلة جويس الحاج خوري أهلا بكما أبدأ معك جويس جويس هل ما زالت طائرات الاستطلاع تحلق بكثافة طائرات طبعا مكثفة كان هناك استطلاع منها وحربية أيضا هل هناك أي ما يلفت النظر وخاصة عندما كان هناك تم إطلاق دخان للإشتباه في عملية تسلل المركز خلفي هنا عند تلة رويسات العلم هو المركز الإسرائيلي الذي تم إطلاق الصواريخ في محيطه إثر الاشتباه بتحركات صباح اليوم في هذه المنطقة التي بغالبياتها وبمعظمها هي أراضي لبنانية محتلة من قبل الجانب الإسرائيلي وهي أحدى النقاط التي يمكن لحزب الله بحسب مطلعين ومحللين أن ينفذ فيها عملية عسكرية ضد إسرائيل ردا على الغرة الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل أحد عناصره مطلع الأسبوع الفائت في دمشق اللافت في كل المنطقة الحدودية أنه عادة تكون هناك دوريات إسرائيلية في هذه المنطقة اليوم وعلى الرغم من وجود مراكز عسكرية في هذه المنطقة لم يكن هناك أي تواجد للعناصر والي الدوريات العسكرية يتمترسون خلف هذا المواقع ولكن لا يقومون بأي دوريات علما أنه حتى عندما كنا في هذه المنطقة كان هناك رعاة عادة يتم القبض عليهم في بعض الأحيان من قبل الجانب الإسرائيلي اليوم الجنود الإسرائيليون لم يخرجوا إلى هذا الطريق وهذا ملفط بطبيعته وهذا ما يقوله الجميع هنا إن هذا الاختباء أو إن عدام هذا الحركة هي تطرح علامات استفهام هنا أما فيما يتعلق بتحركات لحزب الله لا يمكن بطبيعة الحال رصد أي تحركات ولكن مقربون من حزب الله يؤكدون أن القرار متخذ بالرد لا يستبعدون أي سيناريو إن كان في هذه النقطة منطقة مزارع شبعة أو في نقاط جنوبي لبنان لها رمزية في الحرب ضد إسرائيل ولكن لا يمكن استباق أو توقع كيفية الرد والمكان والزمان لهذا الرد ولكن بالنسبة لهذا الموضوع عملية رد حزب الله استدعت أيضا استنفارا من قبل قوات الطوارئ الدولية التي تسير دوريات مكثفة على غير عادتها يعني هناك مضاعفة في عدد الدوريات أما طائرات الحربية وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية فلا تغادر سماء هذا المكان نحن منذ الصباح في منطقة شبعة ولم تغادر هذه المنطقة لا طائرات الاستطلاع ولا الطائرات الحربية أرجو أن تبقي معنا جويس سنتقل إلى أمير الخطيب من القدس أمير كما ذكرت أيضا جويس لا يوجد هناك تحرك رغم المراكز العسكرية الإسرائيلية لكن هذه التحركات غائبة اليوم تصريحات جديدة لنتنياهو استباقية يحمل لبنان وسوريا مسؤولية أي هجوم على إسرائيل لكن التقديرات الإسرائيلية تؤكد بأن هناك رد من حزب الله وهو سيكون يعني اتخذ القرار لكن ما الذي يقلق الجيش الإسرائيلي إلى أين تتجه الأنظار نعم أحمد دعني أبدأ من النقطة التي طرحتها جويس في جنوب لبنان وهي تساؤلات بالفعل حول طبيعة التواجد الإسرائيلي والاستنفار الذي يتحدث عنه الجيش الإسرائيلي في الحدود الشمالية في الحدود الإسرائيلية مع لبنان الجيش الإسرائيلي ومستويات وخبراء عسكريون عدة يجيبون على هذه الجزئية وهو أن الجيش اليوم ومؤسسة الجيش الإسرائيلي تتعمد عدم إظهار أفراد الجيش عند المناطق الحدودية أو المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية خوفا من أي استهداف مباشر من قبل قوات حزب الله اللبناني تجاه أفراد الجيش الإسرائيلي في المناطق المحاذية عند البوابات والنقاط الحدودية الإسرائيلية مع لبنان النقطة الثانية هي تتعلق بالمستوى السياسي وتصريحات في المستوى السياسي الإسرائيلي هذا النهار وفي مستهل الجلسة الحكومية الإسرائيلية الأسبوعية كان هناك تصريح واضح لرئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو والذي تحدث عن أن لبنان وسوريا قد تتحملان أو تتحملان بالفعل أي هجوم قد ينفذ من أراضهما لا يمكن قراءة هذا التصريح إلا بعد انتظار ما ستقول إليه الأمور في الميدان ولكن على الأقل هذا التصريح هو تصريح مماثل لتصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانس الذي كان يوم أمس أو ليلة أمس وفي المقابل هذا يدل على تفاعل المستوى السياسي الإسرائيلي مع الاستنفار الموجود شمال إسرائيل من القدس مرسلنا أميرة الخطيب شكرا جزيلا لك وأيضا شكر موصول لمرسلتنا جويس الحاج لمرسلتنا جويس الحاج خوري كنت معنا من الجنوب اللبناني